لكم مشاهدين الكرام بعد ما شفنا درجات الحرارة في العواصل العربية وعودة إلى موضوع جديد يمكن أمس ضجت موقع التواصل الاجتماعي بموضوع اختراق أحدهم لبعض الحسابات البنكية مما أثار مخاوف الكثير فيما يتعلق بحفظة سرية وحفظ معلوماتهم أيضا الحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا من داخل الستيديو الخبيرة التقنية لأستاذ محمد الدوب حياة الله يسلم الله يحدي قبل نغوص في هذا الموضوع نعرف حيثياته أكثر يمكن أمس بالواتسابات اشتغلت والكل بدأ يتناقش حول موضوع اختراق الهاكرز لأحد البنوك الكويتية خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير بعدها نبلش اسئلتنا كنا مثل ما شفنا كانت وتداولت أمس ووقع التواصل مثل ما ذكرنا قيام أحد الهاكرز بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك الكويتية ساذ محمد يمكن تفاصيل أكثر تشرت في كيان بيان لأحد البنوك كان في تحفظ الجهات الأمنية وتحركة وحول هذا الموضوع لكن تقنيا أكثر اللي حصل شنو بالضبط يعني هل والله لأنه بشكل عشوائي أنا حساباتي موجودة في البنك لكن بشكل عشوائي تم ساحبه وسرقة مبالغ معينة لأني غيرت رقم الباسورد لأني أنا مشترك في أبلوكيشن بالإنترنت شنو بالضبط اللي صار؟ طبعا اللي صار حصل مو أمس قبل أمس بالليل انتشرت رسالة للناس قاموا تتكلم وتكلم أحد البنوك المعنية كل واحد يشكي حالته وتعرضه لسرقات وسحب أموال من حسابه تمام أصدر بالليل قبل أمس البنك نفس المعني تصريح غير موفق أنكر فيه كل ما حصل وأنه ما في عندنا أي اختراقات ولا شيء وهذا ينافي مبدأ شفافية لدى العميل أمس الصبح لأنه فيه بقانون هيئة أسواق المال بنت يتعلق في شفافية وحاجة أي شركة أو أي جهة تتعرض لإشاعات أنها تنفي وتتصدر لإشاعات هذه شميل فأقام اتحاد المصارف بإصدار بيان تحديد فيه اللي حصل وأن الاختراق ما لا علاقة بما يقول بالتطبيقات التطبيقات الأخرى لأننا استكلمت عنها وأن حصل لبنك معين وتصريح سم البنك بالاسم حصل اختراقات لعدد حساباته ثم بعدين البنك اضطر أنه يطلع التصريح الصحيح وأنه فعلا صار عندنا اختراقات لحساباتنا فأول شيء نضرب ليس أموال الناس أول شيء نضرب مصدقية البنك هذا شيء خطير ولازم يتعالج بطريقة سليمة طيب لكن شو صار؟ شو اللي صار؟ اللي صار أنه حصل اختراقات لحسابات معينة يبدو والله أعلم أنها حصلت عند البنك تحديدا وليس في برامج أخرى بدليل أن الاختراقات كلها حصلت عند ذاك البنك معين ولم تحصل حتى الآن إثبات لاختراقات لحسابات من بنوك أخرى فواضح أنه كان في مشكلة عند البنك هذا سواء مشكلة بالنظام الداخلي أو الخارجي لكن لا يبدو في هناك أي دليل على وجود مشكلة في برامج خارجية بالحالة هذه تحديدا بالموضوع اللي صار أمس ولا هو سوء تقصير من العميل اللي بيحفظ باسوردات أو شيء معينة قد يكون شكل هذا البنك لأسف ما طلع بيان وضح فيه طريقة الاختراق شون صارت هل هي من المكائن السحب الآلي وضعت فيه قطع أو من حسابات الموقع نفسه أو من نظامهم الداخلي حصل الاختراق ما وضحوا شيء هذا والصحيح أنهم ما يوضحون شيء هذا فقط اقتصروا على أن الناس يغيرون بطاقات باسوردات بطاقاتهم في الأجهزة لكن ما ونصحوهم يغيرون باسوردات حساباتهم في الأونلاين في البنك المعني وهذا تقصير في التوعية اللي أصدرها البنك هذا هذا يجب معالجته لكن كحذر المفروض أني أخذ أنا بالنهاية فيه عملاء كثر في هذا البنك أو غيرها من البنوك شون أخذ الحيطة والحذر شون أعرف أن أنا ممكن ما أسرق طبعا الاختراق وارد فالذكاء أول شيء في التعامل مع الاختراق شون أما كشف مبكر أو القدرة على تحجيمه وتحييزه بأسرع وقت ممكن بحيث أن لو صار اختراق لي حساب وحسابين توقف العملية وما يتم اختراق مئات أو ألاف الحسابات شون مفروض أني أسوي؟ أبلغ البنك على طول أو روح يشتكي؟ بالنسبة للشخص يجب على الشخص أول شيء توعية يوعي نفسه ويتعلم شون يشتقدم سواء الابليكيشنز البنكية أو شون يتعامل مع بطاقته لكن لو لا سمح الله حصل الاختراق وهذه نقطة مهمة الناس لأسف تغفل عنها يظن الواحد أنه تم اختراق أو سحب من حسابه دينار أو خمسين دينار أو عمية دينار هذا شيء عادي وبالنسبة للشيء عادي المشكلة ليس بالمبلغ المبلغ قد يرجع من البنك قد البنك يرجع والفلوس تروح وترجع لكن في مشكلة ثانية أخرى الناس لا تغفل عنها اللي هي؟ هي أن الفلوس هذه راحت من حقه لما واحد يخترق حسابك وحول أموال من حسابك حولها من حقه أنت لا تريد حولها من حقه لذلك أنا نصح كل شخص تم اختراق حسابه لو إن شاء الله دينار لازم يروح للبنك أو يتحدث مع محامية الخاص أنه يطلع من البنك إثبات حاله وبراءة حقه وبراءة ذمة أن المبلغ يتحول هذا وهو بريء منه لماذا؟ لأن هذا الشخص اخترق حسابك يحول منك لحساب آخر مثلا خارجة بلد أموال أنت لا تدري حولها حق حساب متهم بغسيل أموال أو رهاب أو أمور أخرى باشا صارت قضية لحساب بره تبيعت حسابات شافوا أنه أنت دازل فلوس كنت طرف الموضوع رح تكون طرف من بفكك وقتها فلازم كل شخص عن هذه النصيحة أوجهها تم اختراقه بالحالة هذه أمس أو قبل أن أسمع البنك أو إن شاء الله من فترة ثانية أو لا سمح الله تم اختراقه بعد فترة أو شيء تسوي قول ما تسترجع فلوسك تثبت حاله و تطلع شهادة من البنك أنك أنت بريء من العملية هذه و أنها تمت بدون إذنك بدون وفقتك عشان تكون أنت نظيف من الحالة القانونية و ما تنسح بباشرة على قضية أنت مالك فيها ناقة ولا جمل البعض يمكن غير مؤلم في مثل هذه المعاملات خصوصا كبار السن تحديدا لم يقلوا كان بطاقة البنكية بجيبي و ما أحد يعرف عن الباسلورد غيري و شون بنباق يعني بالنهاية تطور التكنولوجيا تقنيا أكثر أصبح لها كرز يستطيع أن يعمل أي شيء و أنت قاعد ببيتك و غير مؤلم يمكن للتعامل شوفوا خيضاري مشكلة الحين خاصة للكبار السن مثلا يتم اختراقهم بطرق غير تقنية حين تروح المحلات تلقى الموظف يقول حق مثلا كبير السن تفضل السريح يقعد ياخذ بطاقته يكون يعني بيصور أنه بيخدمه يدخل فيها داخل هذا أكبر غلط ممكن يصور بطاقة و ممكن ينسخها و حتى من غير بقى رقم سري الرقم سري يصيره بحركة ثانية ساعات يكون فيه يحط كاميرا ساعات يكون الموظف نفس عنده أكسس على كاميرا المحل يعرف منها الرقم السري اللي يدخل الشخص ساعته هو وقف وراي طالع أو زميل وقف وراي طالع وهذه سارت مع أحد أنا عارفه قال خلاص تفضل لأش ما تروح تصلي خلو بطاقتك حين يتوين لك العملية يعني كم بيخدمون هم بيسرقونها و شخص آخر وقف وراي العميل ينطر يشوف يدخل الباسورد عشان يحفظ الرقم فهذا العملية طريقة هذه طبقونها واجع لكبار السن يعني يهمونهم أنهم بيخدمونها هذه العملية بداية نعمة و غير تقنية لكن الآن تطور التكنولوجيا مع الهكر شون ممكن يوصل ممكن يخترق مؤسسات حكومية بنكية يخترق معلومات حساسة جدا هل بالإمكان طبعا بالإمكان وهذا حصل يحصل كثير حصل عندنا في الكويت حصل في السعودي اختراقات على مستوات كبيرة حصل اختراقات الدمرياء حصل اختراقات قصد منها جمع الأمواب فالمجال نحن نقول نحن عندنا مسؤوليات على البنك وعلى الشخص الشخص مسؤوليته معروفة أنه شون يحافظ على بياناته شون هو في التعامل مع البرامج ما يستخدم إلا برامج مصرحة الحين نحن مثلا عندنا تطلع برامج وائد للفواتير والشراء والسفر ومدري أشياء وتذاكر كما نزل برنامج الناس نزل تقام بتشري فيه وتحط بيانات صح هذا غالب أنت لما تستخدم برنامج وهذا نقطة مهمة تطبيق في دفع إذا كان برنامج يحولك على صفحة الكينت أو يحولك على صفحة البنك علشان تدفع فهذا يعني نوعا ما آمن إذا كان برنامج نفسه يطل بياناتك البنكية يقولك حضر رغب البطاقة فهذا أفضل أنك تبتعد عنه أنك حضر رغب سر أي أما البرنامج قد يحاول يأخذها منك أو أن البرنامج يحتفظ فيها عنده ويكون ما في حماية يخترق البرنامج تنسحب مننا بياناتك كل الناس يدخلوه طيب أنت بالني يا حاسم محمد خبير تقنية أنا ماني خبير تقنية أو من يشاهدنا الآن يعني غير خبران بتقنيا فيقولك أنا الموقع كان كانت لكن شكل الموقع كانت لكن بالأصل ما كان موقع رسمي تابع للبنكة وغيرها شون أبدأي أعرف هل هناك مرامج تؤكد لي هذا الموقع محمي من عدم استخدام خصوصيدي ومعلوماتي وغيرها شون أعرف ما في علامة واضحة يطالعها الشخص يعني علامة سحرية يطالعها خلاص آمن لكن لازم هو يتأكد من الروابط اللي يدخل عليها يتأكد البنامج النزلة بنامج رسمي يتأكد الرابط اللي يدخل عليه رابط كينت حقيقة ولا رابط شكله فقط مثل كينت هذا على سبيل المثال فهذا مسؤولية يعني ما نفر منها الشخص لازم يتعلم أنه هو يكتشف الحالة هذه لازم يعلم نفسه ويدرب نفسه أنه يكتشف أنه موقع هذا وبنامج هذا رسمي أو غير رسمي تمام ما يندرج على كل البطاقة يمكن بعض البنوك تختلف بطاقاتها من بطاقة حساب جاهري إلى بطاقة راتب إلى بطاقة فيزا هل يختلف الموضوع؟ هل فيزا أشد خطراً أو أقرب للسرقة من البطاقة العادية أو غيرها؟ أم كلهم نفس الشيء؟ كلهم نفس الشيء لا وأبشرك الرقم اللي وراء ما يفيدك ما يحميك سواء عرفوه معرفوه ما يفيدك يكفي رقم الجدام الـ CVV الرقم الأخير هذا الرقم الأخير ما يفيد ما يفيدني؟ بس أمي رقم الجدام؟ بس رقم الجدام حتى الاسم ملازم يعرفونه علشان يبقون حسابك إذا لك لما أقول لك أنه يقول لك أنا أقعد أستريح وأخذ بطاقتك هذا خطير هذا يكفي أنه يعرف الرقم كله ماذا يفيدك بعد أن يأخذ الرقم؟ ممكن يفيدك تقنية ممكن يفيدك بطاقة ثانية تشبه بطاقتك يفيدك بالجهاز والجهاز ينباع بإمتنة الرخيص يحط عليها بيانات مثل بيانات بطاقتك بالضبط ويحطها بأي جهاز الجهاز يظن أنها بطاقتك ويسحب فلوس على حسابك طبيعي من نفس رقم البصور؟ نفس رقم الحساب نفس رقم البطاقة طيب من المفروض النواعي؟ هل أنت كخبراء تقنية؟ هل المفروض مسؤولية الدولة؟ مسؤولية البنوك؟ مسؤولية البنك المركزي؟ من المفروض النواعي؟ طبعا مسؤولية مثل هذه مسؤولية كبيرة لازم يكون على قدر مسؤولية أول شيء البنوك لأنهم أصحاب الحاجة بالموضوع هم يتأثرون أول ناس إذا تم سرقة حسابات الناس لأنهم يعوضونهم صح صح ولا البنوك البنك المركزي جهات الإعلام بالبلد عليها مسؤولية توعية كبيرة نحن صار قبل فترة انتشر خبر موضوع لجهزة التي تنحط على البطاقة لا نعقبها حملة توعية حقيقية من البنوك من الجهات الرسمية كانت عبارة عن تغريدتين أو ثلاث تغريدات من بعض البنوك وانتهى الموضوع هذا لا يرقى لمستوى الحادث الذي نرى الآن تمام مثل هذه الطرق وغيرها في وسائل أنصح التعبير خبيثة يستخدمها بعض الهكر للوصول إلى حساباتك وخصوصياتك وغيرها هناك يمكن مواضيع أو وسائل أو طرق متداولة بينكم كخبرات تقنيين تفهمون أن هذه الطريقة وإن لم تطبق لكن متاحة أنها تطبق مثل شنو؟ مثل أن واحد يرسلك روابط فيها رسائل يعني خنقل تدعو للإستغراب وواحد يدخل عليها يدخل على فضيحة فلان يدخل على انظر القصة فلانية ويتيك الرسالة مثلا أنت ما طلبتها فجأة يتلك أو يدخلها الآن من تش روايد صورة عنك شوف صورة عنك مثلا شوف ما قال الناس عنك من عمل لك بلوك في واتساب هذه كلها نماذج درساء الخبيثة يقصد منها جذب انتباه الشخص فيدخل على الرابط ويضع بياناته ويتم اختراقه مجرد ما يدخل؟ أم مجرد ما يضع بياناته؟ غالبا مجرد ما يضع بياناته عادة أي بيانات تكون؟ رغم حساب إيميل أو رغم حساب البنكي أو شنو؟ طبعا يختلف ساعات تكون حسابك بتويتر أو مثلا وسائل التواصل ساعات تكون حسابك الإيميل مثلا حوتميل أو جيميل وكلها طبعا خطيرة كلها واحد لو دخل عليها ممكن يدخل عليها على حساباتك البنكية وحساباتك التواصل أو مواقع انتحط فيها بياناتك البنكية تمام وأقدر أعرف يعني الموضوع مو صعب يعني أقدر أصلي أم لا أقدر أصلي بعدين إذا فتحت الرابط وحطيت بياناتي وصرقت من أي جهة أقدر أصلي أو صعب تقنيا حتى أجزاء الدولة لتوصل لك حسب إذا كان من خرج البلد صعب جدا لكن ما هو مستحيل لذلك بعض الجهات المعنية بالكويت تتخاطب وتتواصل مع شركات البرا غالبا ما يتم تلبية الطلب لكن يتم أحيانا فهذا يعتمد على اللي يصار معك مثلا سرقة أموال كبيرة يتم تعامل مع الانتربول الدولي على المبالغ كبيرة أما مبلغ 5 دانير الانتربول ما يرد عليك لذلك أنت أول شيء يجب أن تهتم بنفسك تحفظ على نفسك لأن الأخرين ما سيهتمون فيك كثير من أنت تهتم بنفسك وبياناتك وبأموالك تحتاج كمية ثقافة كبيرة لأنه بالنهاية التطور يصير مخيف بشكل كبير كل يوم تطور يديد كل يوم فكرة يديدة بالمقابلة نحن لا نتقف نفسها تقنيا وقعد يزيد التطور وقعد يزيد الاعتماد على التقنية فإذا ما قابله توعية للشخص وتنمير مهاراته بالمجال هذا سيصير على الموضوع أصعب وأصعب أو كمؤسسة أو كدولة يكون فيه توعية واضحة وتستحق تتساوى مع مستوى الخطورة الموجودة تمام تنصح أو لا تنصح أنه سيتسوق إلكترونيا بالنهاية أنا أشتري شيء أضع رقم حسابي وأضع الباسورد إن كان محولني أو غيره مجرد أني أنا أدخل على الموقع متأكد هذا الموقع أو لا مو هذا لكن أنا أتسوق في ناس إلى الآن لا تسوق حقيا تسوق إلكترونيا تنصح أو مع وجود تحرق غريب للهكرز بالفترة الأخيرة لا خففوا يا جماعة لا تسوقوا لا أنا ما أقول خففوا أنا أقول كلام مواقعي أنت تسوق طبيعي لكن في مواقع موثوقة يعني أنت تعرف في مواقع مشهورة مواقع معتمدة هذه واحدة يتسوق فيها أما كل بنامج طلع كل موقع طلع أديش فيه أنت جرب و أحد جرب قبلك ما تعرف عنه شيء هذا مخاطرة في مواقع معتمدة معروفة للشراء وسؤال يمكن أن يطرحه سمعتها كذا مرة الآن لما يأتي شخص يسرق من حسابك مبلغ معين و يحوله إلى جهة شون يستلمه هو بالنهاية مبلغ مسروق منطقياً يحوله من حساب إلى حساب ما رح يقدر يستلمك طبعاً يحولون أن الحسابات عبر سلسلة من الحسابات كذا سلسلة ليس حساب واحد يعني أول شخص استلم ما رح يكون بالضرورة هو الشخص يسرقك هي عبر سلسلة من الحسابات و قد يكون حساب ثاني اللي يوصل له أيضاً مخترق فيها سلسلة ليس سهل تتبعها تمام و أخيراً يمكن سؤالي إلى أخير إذا ما كان في سرقة إذا كان في إيداع غريب أتخوف الموضوع طبعاً الإيداع الغريب هذا قد يكون يعني علامة لي إما شخص أرسلك بالغلط و هذا شيء يجب حله أرسلك بالغلط أو قد يكون غسل أموال و ممكن أن من يسرق يعني يجعلني شريك في الجريمة يحول لي الحساب و بعدها يسحبها من حساب و مثل ما قلت لك يكون مثلاً اخترق حسابك و كنت ما تدري و أنا بعدها نعتبر غلطة بيكية حط عندك فلوس مثلاً ألف دينار و بعد حولها لحساب ثالث بالنسبة للبنك أو بالنسبة للجهات المعنية والقانونية أنت اللي نزيت فلوس و أنت استقبلتها صح فأنت رح تنسحب بس أنت ما تدري عن الموضوع تم اخترق حسابك لذلك أي عملية غريبة لازم تبلغ عنها أو أشي تبلغ و تتكلم مع الجهة القانونية أو الإدارة القانونية بالبنك أو محاميك أنه وصاتي فلوس أنا ما طلبتها لأن هذا شيء قد تكر أنت وضعت ضمن دائرة من العمليات الاختراق و أنت ما لك علاقة فيها تم نصيحتك الأهم والأخيرة و كلمة الخيرة شو تحب تقول أحب أقول أن يعني إحنا عندنا مثل يعني ما أحك ظهرك إلا مثل شنو فأفائرك فأنت لازم وشي تعلم نفسك و توعي نفسك لا تنطر البنك يحمي فلوسك عنك لا تنطر الجهة القانونية تحمي الفلوسك عنك وتحمي بياناتك عنك أنت أول واحد مطالب و راح تتم مطالب هالشي بأنك توعي نفسك و تعلم طول ما إحنا نتم نستخدم تقنيات هذه فهذا النقلة الأولى أغلب الناس يظن أنه موضوع عادي إذا صار لي اختراق و راح أكلم البنك لا خطأ أو شي يحمي نفسك و أروف بعدين شون تتعامل مع البنك إذا البنك ما رجع موالك شون الطريقة لذلك لازم ناس تتثقف قانونيا أو على الأقل تستعين بمحامين آلا أسان الاختراق شون الحل هروح لبنك و رجع الفلوسي و إنتهى الموضوع لا في إجراءات لو أحد لازم يتخذها مثل ما قلت لك إثبات براءة أو إثبات حالة لكي لا تكون طرف في الجريم أمانة كل شكر لك الخبيرة التقنيسة محمد دوب على كل هذه المعلومات و إن شاء الله لنا لقاء ثاني و شكرا على تلبية هذه الدعوة حضورك معنا في سيديو برنامج جانس كفاو توداي مثل ما ذكر صلى الله محمد بالنهاية الحذر واجب يا جماعة قد تكون أنت من مسروق إلى شريك في جريمة معينة أنت الآن تدرك حيثياتها نهائيا لكن قل الدبرة و عدم المعرفة هي من جرتك إلى هذا الموضوع كونوا على دراية بكل ما يجري حولكم تثقفوا تقنيا مجرد أنك أنت فتحت أمليكيشن أو فتحت حساب بنكي أعرف ما يدور حولك لكي لا تكون ضحية لها كارز معير